السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسعداء نوما بهذا اللقاء المتجدد الذي نريد ان نخصص حلقة الليلة حول حقيقة الانسان وطبيعة الانسان نحن نعيش في هذه الدنيا ونتعامل مع بني الانسان ونحن ايضا من جنس بني الانسان احيانا الانسان يتساءل مع نفسه من هو ما حقيقته ما طبيعة فكره وسلوكه هناك دارسين وفلاسفة وباحثين قاموا بدراسات معمقة لاستكشاف حقيقة هذا الانسان والبحث عن كنهه وضبط اوصافه وسلوكه ولكن تبقى دوما جل الدراسات قاصرة جدا لان الذي يعرف الانسان هو خالق الانسان فتعالوا بنا ايها الاحباب الكرام نتعرف عن حقيقة هذا الانسان في كتاب الله عز وجل لان الله جل جلاله هو الذي خلقه وهو الذي يعلم حقيقته وكنهه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز سوف يفرد صورة كاملة سماها صورة الانسان بل وقد ذكر الانسان هذه اللفظة ذكرت في القرآن الكريم ستا وخمسين مرة ستا وخمسين مرة جاءت تكشف في الانسان صفاته الايجابية وايضا صفاته السلبية وذكرت بان هذا الانسان خلق ضعيفا وهو يأوس وقنوط وهو ظلوم وجهول وهو كادح وكنود وهو جزوع الى غير ذلك من الصفات السلبية وبالمقابل ربنا عز وجل سوف يبين السبل والوسائل التي تاخذ بالانسان الى مقامات ارفع ترتفع به لتحوله الى انسان ناجح وله صفات ايجابية ففي سورة الانسان في القرآن الكريم نلاحظ هناك نداءات موجهة الى هذا المخلوق تذكره بالاصل الذي خلق منه وتذكره بفضل الله ومنته عليه وتذكره بانه خلق بشرا سويا من طرف الله جل علا ومهد له الطريق طريق الخير والشر ليختار منها باردته وكسبه واعطاه الله تعالى طاقات ومدارك ليتميز بها عن غيره من المخلوقات فما هي اهم هذه الصفات من كتاب الله عز وجل الذي لا يتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لان كل فيلسوف وكل دارس وكل باحث حول حقيقة هذا الانسان ممكن ان يغير وممكن ان يبدل وممكن ان يخطأ الا الانسان الا القرآن العظيم فانه جاء بصفات يقينية لان الخالق يتكلم عن مخلوقه اول شيء ايها الاحب الكرام هذا الانسان هو مكلف هو لا يعيش في هذه الحياة عبتا هو مكلف اذا حسبتم انما خلقناكم عبتا وانكم الينا لا ترجعون لا احد فينا في هذه الدنيا خلق خلقا عبتيا لهذا هناك تيار في فلسفة يسمى النزعة العبثية او النزعة اللا ادرية اتيت لست ادري من اين ولكن ابصرت طريقا قدامي فمشيت تسمى النزعة اللا ادرية لست ادري او النزعة العبثية يعني انا عبثي يعني افعل ما يحلو لي ابدا الانسان مكلف افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون ومن ثم فانه مكلف بالحفاظ على الامانة امانة الاستخلاف فانت ايها الانسان عليك ان تعلم بانك فوق هذه الارض مكلف التكليف ليس عند رجال الشرطة او رجال الامن او رجال الصحة او اعضاء الحكومة التكليف عند كل فرض مننا كلنا مكلفون كبار وصغار ذكورا واناث مكلفون بماذا بالحفاظ على الامانة العظمى امانة الاستخلاف وامانة العبادة وامانة العمل صالح وهي التي ذكرها ربنا عز وجل حينما قال ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا للأسف الانسان تحمل الامانة التي اشفقت وخافت منها السماوات والاراضين والجبال وتزعم الانسان واراد ان يقوم بهذا الواجب لكنه كان ظلوما جهولا يعني واضح ان نجد الظلم في الانسان وان نجد فيه الجهل ومع ذلك يجادل ثم ان هذا الانسان هو مسؤول عن اعماله فكل واحد مننا هو عنده المسؤول يتام مادم له عقل يفكر به فهو مسؤول وهذا يعني ان الانسان انه بعد ان يلقى مولاه عز وجل سيحاسبه ولا احد سيحاسب عنه لا امك ولا ابوك ولا زوجتك ولا اولادك الحساب يكون للشخص بعينه ان خيرا فخير وان شرا فشر فربنا قال في كتابه العزيز وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يعني المسؤولية لعدنا فوق الارض سوف نسأل عنها يوم القيامة ليس بينك وبين الله ترجما والطريقة المحاسبة هي هو عبارة عن كتاب نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا كل واحد منا سوف يعطيه ربنا كتاب مكتوب فيه كل صغيرة وكبيرة من الاعمال التي قام بها قد يكون هناك عمل صالح يكون هناك ايمان يكون هناك خير فيفرح ويسعد وقد يكون عكس ذلك ولا احد يستطيع هذا الكتاب يلتصق بالانسان الزمناه طائره في عنقه تشهد هذا الكتاب قد صار معلقا في عنق الانسان فهذا الانسان مسؤول مسؤولية كاملة اذا لكن القرآن العظيم يبين لنا بان هذا الانسان فوق هذه الارض هو يظن ويتوهم انه خالد نحن الان نعيش نحيا والكثير منا يتوهم انه خالد انه ليس هناك لا موت ولا بعث ولا نشور انه يجمع المال رغم ان سنه قد تقدم صار في الستين او السبعين ولا زال يبحث عن المزيد من المال وقد يكون الانسان فينا غير قادر على تحمل المسؤولية ويرشح نفسه لمهام استخلافية ومهام عامة وهو غير قادر على ذلك لانه يظن انه سوف يعيش المزيد من العمر وله القدرات وله المدارك وله فهذا وهم الانسان عمره في الدنيا قصير وحينما ينتهي دقات قلبك سوف تضع المفاتيح ولن تأخذ معك اي شيء لا مناصب في السلطة ولا اموال مكدسة في الابناك ولا عقارات ولا حتى طاقم اسنانك لا شيء لهذا ربنا عز وجل يعيب على الانسان هذا الوهم الوهم بانه خالد وقال وقال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون ما في خلد نحن نرى الان في البرامج المسجدة بالابيض والاسود نرى فيها امم كانت قبلنا فوق الارض وصارت الان تحت الارض رأينا زعماء ورؤساء وملوك وفنانين وممثلين كبار ترى هتلر ترى ستلين ترى اعداد من رؤساء الدول في امريكا في الوطن العربي كل هؤلاء كانوا وقتا ما يظنون انهم يتحكمون في اقدار الخلق وتدبير شؤون الحياة ولكن صاروا الى تحت التراب وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افا ان ميت فهم الخالدون لاذا جاء التذكير بالاصل الاصل اصل الانسان وهو العدم ايها الانسان انت قبل ان تكون انسان هل تدري ماذا كنت قبل ان تولد قبل ان تكون الجانين في بطن امك ماذا كنت كنت عدم يقول الله تعالى هل اثى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا كل واحد منا ينظر الى بطاقة تعريفه او الحالة المدنية ديالو او ورقة الخلق ودلقاء تاريخ الازدياد يعني قبل ذلك التاريخ اين كنت ايها الانسان طبعا كنت جانين في بطن امك وقبل ذلك كنت كنت ماء في صلب ابيك وقبل ذلك كنت في عالم الذر عند الله تعالى لم تكن شيئا مذكورا ثم ربنا اعطانا السمع والبصر والعقل والفؤاد والادراك ومكننا من القدرات ونعيش الان نحن نعيش الان بفضل الله ونعيش بملكوت الله ونعيش بعطاء الله فأيها الانسان بين يدي مولاه هكذا يوم القيامة يناد على الانسان فلان ابل فلان فيقوم من قبره فيقال هل مل الحساب بين يدي الواحد الديان هذا الانسان لما يرى كتابه ويرى اعماله اول شيء سوف يلقي اللوم على غيره هذا طبع في الانسان طبعه يلقى اللوم على غيره اذا واجهت اي مخلوق منه وقلت له فيك عيوب او وقعت في اخطاء يقول لست انا لست انا يلقي اللوم على غيره الجهة الاخرى الجهة المعنية سواء كان مسئول في قطاع بسيط او في قطاع حكومي او في قطاع تدبير شؤون حياة معينة كلما سجل عليه خطأ او نقص فانه يتبرأ من خطأه ويلقي العتاب واللوم على الاخرين ويوم القيامة سيفعل نفس الشيء من هو الذي سوف نلقي عليه اللوم لان كل واحد مننا يلقي اللوم على الاخر سنجد الشماعة وهو الشيطان حكى القرآن العظيم ان الانسان سوف يصرخ يوم القيام بين يد مولاه ويحمل مسئولية اخطائه للشيطان لست انا لست انا انا ما كنت اشرب الخمر وما كنت اطاعة للفساد وما كنت اصرق الاموال وما كنت اضحق على الدقون لست انا الشيطان هو الذي فعل بذلك يقول القرآن العظيم لقد اضلني عن الذكر بعد اجاءني وكان الشيطان للانسان خذولا سيقول بان الذي اضلني عن الذكر وهو الشيطان وسوس لي وزين لي افكار وفلسفات وحياة دنيا ولكن في الاخر خذلني لقد اضلني عن الذكر بعد اجاءني وكان الشيطان للانسان خذولا بل ان الانسان سيبحث عن ان يلقي المسئولية على كل من هو اقوى منه كلما كان هناك محاسبة سيلقي المسئولية على غيره ليبرئ نفسه انا بريء انا ضعيف انا لست مسئول يعني كل من وقع في الاخطاء هو الذي فوقي الذي كان يستغلني هكذا هو الانسان حتى في الدنيا في الدنيا نرى بعض الاخطاء تقع في بعض الادارات العمومية او الصفقات او غيرها فاذا جاءت المراقبة والمحاسبة فان الموظف او المسئول يلقي باللوم والعتاب على من فوقه انا انفذ الاوامر لست انا الذي قررت كذا وكذا يقول ربنا عز وجل حكاية عن هذا التبرؤ والقاء اللوم على الغير اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا مننا كذلك يريهم الله اعمالهم حصرات عليهم وما هم بخارجين من النار الذين يتحملون المسئولية الكبرى ويقعون في اخطاء جسام ثم يلقون باللوم على الاخرين ربنا يقول كذلك يريهم الله اعمالهم حصرات عليهم سيتحصر انه لم يكن على قدر المسئولية ثم ان هذا الانسان يصفه الله عز وجل بالقطر ما هو القطر بقلة النفقة دمه الله تعالى فقال وكان الانسان قاتورا ما معنى قاتور يعني هو يحب جمع المال الانسان الواحد منا يحب جمع المال لكنه في النفقة يتسم بالتكتير والشح لا يريد ان يخرج المال فقط يريد ان يجمعه يريد ان يكدسه يشم رائحته ويتملى بعينيه في هذا الكم الهائل من المال ويرتح لكن اذا قلت له هناك زكوات هناك نفقات هناك دفع ضرائب فان الانسان لا يريد دائما يتحسب وكان الانسان قاتورا ثم قال فيه ربنا عز وجل ان الانسان لربه لكنود كنود دائما هو يجادل ويرفض ان يعترف فلهذا ربنا عز وجل يأخذ بأيدي الانسان ليذكره بان انفق ايها الانسان فما عند الله باق ولا ينفد قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قاتورا الله سبحانه وتعالى يخبرنا بان ليس هناك فقر في العالم العالم غني حتى وليس هناك امطار خير حتى ولو ان هناك جفاف الخير موجود وربنا اذا شاء فتح لنا ابواب الخير كلها ويفتح خزائنه ولكن لو مكن الله تعالى فئة من الناس من خزائن الرحمن هل سوف يعطون للخلق ابدا سوف يمسكون ذلك وسوف يخبئونه في اماكن سرية ولا يعطون الناس الا القليل قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قطورا هكذا هو الانسان ثم يخبر القرآن العظيم باندى الانسان من صفاته انه انه فيه الكفران وجحد النعم النعم ربنا يعطينا نعم كثيرة فاذا سألته ايها الانسان ما هي وضعيتك العامة تجده يصرخ ويبكي ويستاء انه لم يجد اي خير ولم يحصل على اي شيء فالانسان دائما يستشعر بالعوز انه فقير وانه لم يحظى بالاحترام وبالامتيازات وانه لم ينعم بالنعم مع ان نعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى لهذا قال شل جلاله واتاكم من كل ما سألتموه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار الانسان ظلوم وكفار معنى كفار يعني يجهد النعم يكفر النعم اكل وشرب وتنعم وحضي ولكن يقول لم احظى باي شيء ولم احصل على اي شيء دائما الانسان يشتكي بالفقر وبالعوز يكفيك ما اعطاك ربك عز وجل وآتاكم من كل ما سألتموه وفي كراء وآتاكم من كل ما سألتموه يعني كل شيء عندنا الله اعطاه اينا وان تعد نعمة الله لا تحصوها ثم يكشف القرآن العظيم عن حقيقة هذا الانسان بانه قد يحظى بالنعيم لكنه ينسى ربه في فترة الرخاء اذا كان هناك جفاف وهناك فقر الناس يبكون عندنا امراض واسقام ولكن ايام الرخاء لما كان المطر كثير هل شكرنا المولى عز وجل على هذه النعم هل اخرجنا زكاة اموالنا وترواتنا لما كان هناك الرخاء هل شكرنا المولى عز وجل هل رحم القوي منا الضعيف واعطى الغني منا للفقير ينسى الانسان كل هذا ولكنه في اوقات الشدة الانسان يتذكر ربه اذا كان هناك شدة وهناك ظروف صعبة فان الانسان تجده يترق باب الرب كما قال تعالى واذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا انسان لما يكون في وضعي صعب يرجو ربه ولكن اثناء الرخاء لا يتذكر ربه ابدا اعطانا ربنا هذا التصوير انسان يكون في البحر الامواج المتلاطمة ويدن ان الغرق سوف يصيبه ظل من تدعون الا اياه يا رب انقذني ولكن لما ينجو هذا الانسان بنفسه ويصل الى بر الامان ويرتح ما يدعي فلما نجاكم الى البر اعراضتم الاعراض وكان الانسان كفورا كذا يحكي القرآن العظيم ان من صفات هذا الانسان العجلة الانسان يريد كل شيء بسرعة يريد ان يحصل على العمل بسرعة يريد ان يحصل على السيارة بسرعة يريد ان يحصل على على الاشقة الجاهزة بسرعة يريد ان يترقى في الدرجات بسرعة لا يريد ان يتمهل كما قال الله عز وجل خلق الانسان من عجل سأريكم اياتي فلا تستعجلون خلق الانسان من عجل من هذه العجلة ان الانسان دائما إذا تعرض الدنيا والآخرة يقدم الدنيا ويفضل على الآخرة دائما الإنسان تقول له العمر مازال طويل دعنا الآن نستمتع دعنا الآن نأخذ حظنا من الحياة لذا قال ربنا كلا بل تحبون العاجلة وتذارون الآخرة كل واحد منا يحب العاجلة يحب المال حبا جما يحب أن ينال رغباته في الدنيا وإذا تعلق الأمر بالعبادة والطاع والآخرة فيما بعد بعد أن العمر طويل كلا بل تحبون العاجلة وتذارون الآخرة نرى اليوم أقوما ديدنهم كل ما هو جديد هناك في حياتنا صار عندنا ما يسمى بحب الاستهلاك والتنافس في التسوق نريد أن نتسوق كل ما هو حديث وكل ما هو حادث وكل ما هو محدث كله مطلوب هذا الحدثة وما بعد الحدثة صار الناس يستيقضون وينامون على الاستهلاك والتسوق ولا يهم أن يكون هذا المنتوج نافع أو دار حسن أو قبيح المهم أن يكون حديثا أن يكون موديل جديد خرج لتوه من المصنع وصار متدولا بثل الأسواق فالإنسان بطبعه يحب هذا الإنسان عجول يطمح إلى تحقيق راغباته وقد يكون في هذا الأمر شر وهو لا يدري قد يحمل هذا المنتوج الجديد شر أو ضرر وهو لا يدري لأنه دائما عجول وربنا عز وجل يذكرون بأن الاختيار الإلهي لنا هو الأنسب ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا أيضا من صفات هذا الإنسان نحن بني الإنسان من صفتنا الهلع والجزع والمنع والتسرع طبيعة بشرية هكذا خلق الله البشر هلع وجزع ومنع وتسرع خلق الإنسان متسرع قال الله تعالى إن الإنسان خلق هلوع إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع إلا المصلين هذا هو الإنسان ما معنى ذلك؟ أي أن الله تعالى خلق الإنسان سريع التأثر وسريع الإنفعال والشديد الخوف إذا مسه مكروه وكثير المنع إذا نزلت به نعمة فالذين يوجهون الآراء العامة والجماهير العامة يدركون حقيقة البشر هذا الإنسان هلوع وجزوع ومنوع يراد بالهلع أن الإنسان الشديد الحزن والخوف إذا تعرض للشر أو الضر لما سمعنا أول مرة بالكورونا هذا الفيروس القاتل شعرنا كلنا بالهلع الهلع الناس يخافون ويحزنون رأينا كيف الناس يتصابقون نحو الأسواق والمسافات الكبرى ويجمعون القوت اليوم خوفا من الجوع ورأينا بأن الأجهة وقع الخير موجود في كل مكان الناس يخافون سوف تقع جائحة وربما تكون آخر الدنيا كل هذا أوهام لماذا؟ لأن الإنسان هلوع ورأينا كيف أن بعض الجهات تستغل هذه النقطة الضعف لدى الإنسان وتقول أنباء وأخبار مكذوبة وفيها مغلطات والناس يصدقون للأسف حتى أصيبوا بأمراض نفسية حتى يقال الآن حوالي خمسين في المئة من سكان الأرض صاروا مرضى بالأمراض النفسية جراء أنهم لم ينتبهوا إلى هذه الصفات إن الإنسان خليق هلوع أي أنه شديد الحزن والخوف إذا تعرض للشر أو الضر كما أنه ييأس من نيل الخير بعد الشر يقول سمعنا بسبب الجفاف بعد الكسابة يقول هذا العام آخر عام يعني سوف ينبغي أن يقال بالعكس لا ينبغي أن تيأس من نيل الخير بعد الشر بالعكس الحمد لله سوف تتغير الأشياء إلى الأحسن وإلا سيكون الإنسان جزوع الجزع خوف هذا الكورونا وهذه الأزمة الاقتصادية والجفاف والتدبير الحكومي البطيء يقولون ربما النهاية ليست هناك نهاية الحياة تتجدد والخير إلى الأمام وفي المقابل هذا الإنسان الهلوع الجزوع منوع ما معنى منوع أنه يبخل على غيره إنا لنعمة أو خير سيأتي يوم آخر تذكروا أيها الأحباب الكرام ستذهب كورونا إلى غير رجعة لن يبقى هناك كورونا والناس الذين أصيبوا بأمراض وبقعي عندهم أعراض سيشفون من ذلك وستأتي أيام سيأتي الله تعالى بالمطر وسوف تمتلئ خزائننا بالحبوب وسيكون الناس كلهم على خير وننال نعم وخيرات كثيرة ولكن سوف ترون بأم أعينكم كيف أن هذا الإنسان يبخل لا يعطي لأنه ينسى بأنه كان عنده جائحة ويبقى دائما يحب أن يمتلك لنفسه دون أن يعطي للآخرين إن الإنسان خلق هلوع إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع إلا المصلين الله يستثني هذه الفئة من الخلق المصلون الذين هم على صلاتهم دائمون هؤلاء الذين يؤدون الفرائب ويلتزمون بأوامر الله هؤلاء قلبهم دوما معلق بربهم ومهما يقع هو دائما يعلم بأن الله معه لأنه مع الله من كان مع الله كان الله معه فالإنسان بطبعه هلوع جزوع منوع وفيه الشح ونرى في الغرب والشرق حتى من غير المسلمين ماذا نرى في العالم الآخر إذا تجاوزنا الرقع الإسلامية في العالم الغربي في أوروبا وأمريكا وفي العالم الشرقي في الصين وفي الهند واليام ماذا نرى نرى أن الناس لما يقتر عليهم المشاكل يقتر عندهم الانتحار لما تقع الأمراض النفسية التي تصيبهم ويقع عليهم التوتر النفسي ويقع لهم الأخلاق المريعة فإنهم ينتحرون نسبة الانتحار في هذه الدول كثيرة لماذا لأنهم ليسوا مصلين إلا المصلين الذين هم على صلاةهم دائمون فنحن أيها الأحباب الكرام أيها الإنسان إنك ستكون في منأة من كل هذه الأخطار إذا كنت مصليا إذا كنت من أهل الصلاة فلا تخافوا ولا تحزن ثم من صفات هذا الإنسان عدم الرضا عدم الرضا لا يرضى تجد تعليقة الناس على صفحة التواصل الاجتماعي أن ليس هناك رضا الناس يقولون نحن لم ننلأ أي شيء ولم نحصل على أي شيء والوضع كله سيء عدم الرضا والإنسان أنه دائما يشعر بأنه غير قانع ويتطلع إلى المزيد وكان عليه أن يدعو للتطلع لما أعده الله في الآخرة من النعيم المقيم أما الدنيا فهي ثانية لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وهذا الإنسان تجده يحسد الآخرين لأن الله تعالى قسم الأرزاق فئة أعطاها الله رزق وفير وفئة أعطاها رزق متواضع وفئات أخرى ربنا قد ترى عليها في الرزق أو في المناصب أو في المهام فالإنسان يشعر بالحسد لماذا هذا عنده هذا الخير كله وأنا محروم لماذا أنا كلنا مواطنون أي نعم ولكن هذا رزق ربنا يقسمه بين البشر فإذا لم يحصل الإنسان على مبتغاه يبدأ يشعر بالحسد كما قال تعالى أم يحسدون الناس على ما أتهم الله من فضله يشعر بالحسد ولذا قال من شر حسد حسد إنسان يضر أخاه بالحسد ثم هذا الإنسان نجد عنده في عدة محطات أنه لما يفشل في نيل مطلوبه يشعر باليأس ويشعر بالقنط يأوس قنط هذا الإنسان إذا لم يحصل على مبتغاه كما قال ربنا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأ بجانبه وإذا مسه الشر كان يأوس كان يأوس لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس قنط يأوس قنط ربنا يختبرنا الحياة كلها عبارة عن ماذا الحياة كل ما يقع لنا الآن زمن القورونا أو شكاء يولي ويضبر ومشكل الجفاف الذي عندنا هو توق سوف يمر إن شاء الله بسرعة مشكل الغلاء سوف أيضاً ينتهي الذي لا ترتاح لتدبيره أيضاً سوف يقضي سنواته ثم يختفي يختفي هكذاً يالحياة فالإنسان لا ينبغي له أن ييأس أو يقنط لأن الحياة متحركة وربنا سبحانه وتعالى يمسك بجميع الخيوط خيوط المستقبل خيوط الواقع وخيوط الأحداث هي بيد الله ولساً بيد الإنسان البشر مجرد كركيز يتحرقون هنا وهناك والمؤمن لأنه يصلي مهما وقع فإنه لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله وإذا مسه الشر فيأوس القنط لهذا ربنا عز وجل أوصان وحرم هذا اليأس وقال ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون لا ينبغي أن يأس ومع ذلك في خضم هذه الأحداث الإنسان دائماً هو يخاصم ويجادل نحن نصبح كل صباح ونتابع وسائل الإعلام وصفحات المواقع التواصل الاجتماعي نجد هناك الخصوم والجدل في كل القطاعات برامج حكومية نقابية في القطاع الرياضي قطاع الفني العلاقات الأسرية خصومة وجدل طبيعة إنسانية ربنا قال خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين خصيم يحب الخصام فطبيعة بشرية أن هناك فئة من الناس أنه يحب الخصام يستيقظ صباحاً ويبحث من هو عدوه اليوم سوف يخاصمه وقد سات الموضة الجديدة أن الإنسان يدخل إلى مواقع التواصل الاجتماعي ثم يسجل فيديوهات ويبدأ في قصف هذه الجهة أو تلك الجهة فإذا هو خصيم مبين ويجادل حتى ولو كان على الباطن يجادل كما قال تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدل فالجدل هو أكثر صفة تميز الإنسان وحتى هناك أناس يجادلون ويخاصمون عن الطغاة الظالمين بغرور هناك من يحمي حتى الطغاة وهناك من يحمي حتى الظالمين يحميهم ويجادل بأنهم على حق هذا من صفات الإنسان هذا الإنسان ربنا عز وجل يلتمس له العذر مع كل هذا لأن الله والخالق يقول أيها الإنسان رغم كل ما أنت فيه فأنت ضعيف أنت ضعيف أمام الشهوات وأمام رغبات الحياة ولهذا ربنا سبحانه وتعالى قال لنا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعض قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء سبحانه وهو العليم القدير فنحن خلقنا ضعفا الإنسان ضعيف جدا ولهذا ربنا جعل شريعته وأحكمه كلها مخففا التمس من ضروف تخفيف يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا هذا الإنسان في هذه الحياة ضعيف ويتعرض للابتلاءات ويتعرض لمحنة الغواية ويتعرض لوساوس إبليس هذا الإنسان معذب لهذا ربنا يلتمس لنا العذر ويقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد المخرج أي الأحب الكرام هو أن الله سبحانه وتعالى يوصي هذا الإنسان بأن يصبر ويحتسب على ما أصابه لا يكون يأوسا وقنوطا إياك أي الإنسان أن تكون يأوسا وقنوط كيف نخرج المخرج مما نحن فيه هذه الصراعات إما داخل الأسر أو داخل العائلات أو الصراعات في المقاولات والشركات صراعات بين الدول حتى الدول هناك من يقول بأن طبول الحرب بدأت تضق لحرب عالمية ثالثة وتنبأ بها بعض العلماء المستقبليات أن بعد أفول زمن الكورونا فليستعد العالم لاستقبال الحرب العالمية الثالثة تكون قوية جدا لكي تعاد ترتيب الحسابات من جديد نحن أمام كل هذا ماذا نفعل الله سبحانه وتعالى يعطينا العلاج ويعطينا الحقنة التي بها ممكن أننا نبقى في هدوء وهو أننا نلتزم بالصبر نتمسك بالصلاة والصبر إلا المصلين وأيضا الصابرين هكذا قال عز وجل وَلَاِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَ مِنْهُ تموج بالمشاكل وتموج بالأخطار وتموج بالصراعات ما هو المخرج صفتين إذا التزمنا بهما لن نخاف أبدا الأولى هي أن نحافظ على الصلاة قال إلا المصلين إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إذا حافظت على الصلاة فأنت بمنأة عن كل ما يجري في العالم أنت الحمد لله محمي أنت تمر الأحداث أنت متفرج مجرد متفرج وكأن الأمر لا يهمك أبدا فإذا كنت مصليا فأنت في حماية الرحمن وأنت في عناية رب العالمين الأمر الثاني قد يصيبك شيء من البلاء من الأمراض من الفقر من ضغوطة الحياة ماذا عليك إصبر إلا الذين صبروا إلا الذين صبروا فهؤلاء لهم مغفرة وأجر كبير فنسأل الله تعالى أن يحفظنا من هذه الصفات السيئة التي امتازت بها شخصية الإنسان أنه ينسى بأنه مكلف وينسى بأنه مسؤول عن أعماله ويتوهم أنه مخلد في هذه الحياة وإذا وقعت له أخطاء سرعان ما يلقي اللوم على غيره وإذا أعطاه الله المال فإنه قتور يخبئ ذلك لمصلحته ولأولاده ويمنع المال العام للعامة وفيه كفران وجحد للنعم يقول مكينوال دائما وينسى ربه في فترات الرخاء ومن صفاته العجلة كان عجولا ومن صفاته العلاء والجزع والمنع والتسرع وفيه الحسد إذا وجد من هو أحسن منه يحسدون الناس على ما أتهم الله من فضله وإذا لم يحصل على شيء ييأس يشعر بأنه يؤوس قنوط وإذا دخلت معه في النصح يدخل معك في الخصومة وفي الجدل وينسى بأنه ضعيف هذا الإنسان نسأل الله تعالى أن يرحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم استر عيوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم خذ بأيدينا ونوصينا إلى البر والتقوى ولا تحملنا ما نضيق اللهم لا تحملنا ما نضيق اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة وارحم كل أحبابنا وأقاربنا وارحم جميع المسلمين والمسلمات قلوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم